نعم مشاهدينا الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا داخل الستوديو الدكتور كامال فرطوس اللي هو اختصاص بالعيون الاصطناعية سباحك دكتور صباح الخير عليكم إن شاء الله صباح الخير دكتور صباح الخير ساعة حياتي صباح الخير سترسل دكتور شو وقت الإنسان يستبدل العيون بالعيون الاصطناعية؟ العيون الاصطناعية إذا نحش عليها بداية بعض الأحيان يطلع الطفل من بطن أمة أنه عين بها ضمور وعين كاملة النمو تمام فبهاي الحالة يحتاج أنه نخلي العيون الاصطناعية بعد شهر من الولادة وأكو أمراض تصيب العيون مثلا الكانسار أو أمراض الاحتلاج الشبكية أو التلف بالقرانية أو فقدان السأل الزجاجي يعني شدة خارجية ضربة يتعرض لها الشخص فيفقد عينه فإحنا نعوضه بشي تعويضي يسموه اللي هي العيون الاصطناعية نعم دكتور تعرفه يمكن بعض الأحيان تحصل بعض الحوادث فيأدي إلى استبدال العين أريد أتحدث عن جانب دكتور آخر يعني ممكن أن هسا الناس من يسمعك يقول لك أنت شون بإمكانك تعيش فقط يعني بعين وحدة أو ما شون تتوازن اليوم أريد أعرف من خلالك يعني اليوم تأثير فقدان العين على الإنسان يعني الناس تصور بس قضية الرؤية هل هناك بعض الأشياء اللي يتأثر عليها فقدان العين من ناحية التوازن من ناحية التعايش في الحياة وشون يستمر بيها طبعا من الجانب النفسي على المصاب بالعين بفقدان العين الجانب النفسي طبعا في البداية يكون عنده حاجز مع الناس بعض الأطفال يعني وصلوا مرحلة أنه يبطل من المدرسة في سبب التنمر عالية فبعد ما نسوي للعين الاصطناعية واللبس الهيار شو يمارس حياته طبيعية وي أكوفد شي شاع أنه يقول له لخلي يصير عمرك 18 سنة بعدها يلا تخلي العين الاصطناعية هذا الشيء للأسف غلط المفروض وهو صغير حتى يتعايش مع الناس ويتعود عليه والمجتمع بشي طبيعي ويعني شيء هو يكون طبيعي مع المجتمع طب أستاذ كمال موضوع العيون الاصطناعية هو موضوع تجميلي بحث مع العلاقة بالرؤية بسرعة لكن كيف ممكن أنه تثبت العيون الاصطناعية بالمحجر؟ العيون الاصطناعية تجي عن نوعين أكل جاهزة أكل زجاجية ألمانية وأكل بلاستيك وأكل أكريك شنو الفرق بيناتهم أساسا؟ هذان اللي يجن الزجاجية والبلاستيك هذان جاهزات يجن بصناديق يعني سوردوها هم قياسات معينة وتفاصيل؟ طبعا اليمنى يعني اليسرأ تختلف ومن حيث اللون والشكل وهذا كلها تختلف الاتسعة أي أثر أيضا؟ طبعاً هكذا يجي واحد مرة تقالع عينه مقلوعة أصلاً فهذا يعني صير عمله غير عمل اللي عينه موجودة كل الأحوال إحنا شنو نسوي شنو يثبت العين الإصطناعية إحنا نثبتها من خلال بصمة ناخد طبعة نسوي طبعة للمحجر العين وبعدين نبدي بالتصنيع بالألوان نصنحها من مادة الأكراليك طبعاً والمواد أكراليك واللون القزاحية حتى تكون مقاربة للطبيعية وعينه نعم يعني اللون السيكليرا اللون بيض العين يختلف من شخص إلى شخص اللون سوادي العين يختلف كلها لازم رسم إحنا شنو اللي ينسوي الطبعة تطين القياس المضبوط اللي موجود داخل محجر العين والألوان إحنا اللي يلونها لازم تكون ضمن العين الطبيعية نعم يعني حتى اللي يشوفه اللي يتباوع على الشخص ما تحس إنه لابس عين صناعية كأنه عين طبيعية طيب دكتور اليوم مدى نجاح مثل هذا النوع أو الاهتمام الجانب هو العيون الصناعية في العراق اليوم إحنا في تطور مثل بقية البلدان اليوم جاء نلت نتائج يعني ملحوظة بالنسبة على المصابة والشخص لأنه مثل ما تعرف نرجع بأنهم الجانب النفسي يكون كله تشبير بالنسبة على الشخص المصابة الفاقد أحد يعني العيون اللي خاصة به فلازم بأنه أنت اليوم تنطيفت حافز من خلال الإكوالة الخاص بها ونجاح هذا الجانب إحنا قلنا العين الصناعية من ناحي النفسية تحكي العفو أي نعم من ناحي النفسية ونجاحها يعني بالنسبة لعدنا العراقية بالنسبة العراقية كي طبعا يعني وين شلنا وين صرنا كان المريض أو المصابة بهيش حالة يروح يسافر بلدان وبعدين هاي يرادلها مراجعة دورية من يروح يسويها خارج العراقي يبقى كل سنة لازم هو يروح مرة حتى تتبالش حتى يعني تتجدد تتنعم أكثر إدامة يعني إدامة هنا هسا بعد المصاب بهش حالة ما يحتاج يسافر كله موجود هنا وعملنا أنا ما يعني سافرت هواي هواي بلدان وين يقولولي أكو هذا الاختصاص بأي دولة أروح ما عندي مشكلة سافرت كون وأخذت منها معلومة منها معلومة فصار عدي المال وهذا الموضوع الضروري إنه مواكبة التطور اللي موجود نعم أكي ورحت البلدان لقيت تاني أصلا يعني أكثر منهم عمل بالعمل يعني لقيت نفسي وكل عكس رحت البلدان لقيتهم متطورين بلها فأخذت معلومات وحتى البلد اللي أسافر مثلا وما أستفاد يعني كخبرة من يم أقول الحمد لله والشكر إنه آني وصيد مرحلة يعني بهذا المجال يعني أضاهي بها باقي البلدان جميل جدا نحن أكيد نتمنى لك كل التوفيق دكتور كمان لكن ذكرت أنه أنواع العيون اللي موجودة بالتالي هذه الأنواع هي تختلف بطريقة الإدامة اللي موجودة بيها بعدد المراجعات كيف ممكن أنه يكون تواصل ما بين المريض وما بين الطبيب أيضا ممكن أحتاج أجي كل فترة أو كيف يكون الموضوع هو إحنا مني يجينا هي أما جلسة أو جلستي أنا أو تلت جلسة حسب نوع العين بعد ما نكمل هي إحنا يحتاج بعد شهر نشوفها لأن أحيانا يعني كل شهر له لا بس بالبداية تمام بعدين يبقى كل سنة مرضى لازم يعني يراجع اللي يصنحها يمه حتى يعرف الفروقات اللي يصير عنده مثلا اللي يلابس أول مرضى ملابس قبل يختلف عني اللي يلابس قبل الطفل غير الكبير يعني الطفل يكبر كل ما يكبر لازم توسع الهيات كبرها كل ما يكبر محجر العين كل ما أنت لازم تعوض هذا النقص ليش؟ لأن هذا العظم مع هذا العظم إذا ماكو شي يستنل عليه يبدو بالضمور فتلاحظ اللي قد ما يبقون تلاحظ هذا المكان يصير عنده يعني يصغر يصغر هذا المكان مستمر بالنمو يعني بعض الأحيان يجوا الطفال ما يكتشفوهم يبقى فترة يبقى فتة ستة شهر يلا يشوفون عين بدأت تصغر وعين بدأت تنمو وتصير يعني طبيعية فهذا الشي حتى الأطفال النوح أنه فحصهم بعد يقول هذا بالنسبة للعين حتى شواء شكرا لك دكتور كمان نهرتنا اليوم وعرفتنا في هذه المعلومات الخاصة كون اليوم نحن نحتاج مثل هذه الكوادر المهمة في داخل العراق أحسن مما اليوم الروح ونذب موانا خارج العراق والإدامة وما تعرف حتى مستوى النجاح هذه العمليات وهذه التجارب شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا